في المغرب السلام عليكم أهزوا لكم كيف يمكن أن يكونوا مزيانين سبحان الله في المغرب تقدر معه تقدر معه تقدر معه وهو كي سقسعي وفقك تجاوب تقول لي بلين تاريفك يقول لك نحن المغاربة من تنجحت القويرة ماذا قال لك يا أخي؟ ماذا قال لك؟ أنا وأنت بحل بحل أنا كنظر واحد للغة وأنت كتظر اللغة أخرى أنا كنحتفل بالطريقة الخاصة في المناسبات وأنت كتحتفل بالأعياد أنا ما كنحتفل بهم أنت راضي بالدل؟ أنا ما راضيش بالدل أنا ولد اسبانيول أنت ولد فرانسيس حيث يقولوني أنا ولد اسبانيول أنا كنطلب بالحرية أنت كتبس لي الدين فوقك تقول لي صبح الله أنا ريفي من الحسيمة نحن كلنا نسرمين هلا أخو يا أنا من اسرائيل أنا من سيربيا والوالدي من بورتغال فوقك تقولوا تعرفوا فولاندودا بك نعيشوا في الحسيمة والله أعطيني وجهكم ماذا بيننا وبينكم؟ لا علاقة أبداً ما كانش العلاقة أبداً ما كانش العلاقة أبداً نهار كان طيحوا حنياء وكان طلبوا بالحرية وكان نخرجوا للشريع وكان أكلوا الدق وكان دخلوا للإحباسات حتى واحده ما كان يدر كتشيروا عندنا باليدي لكم المسمومة انتوما انفصاليين احنا مختلفين عليكم تماماً انتوما كتقولوا علينا باللي احنا عنصريين احنا الروفة عنصريين وحنا تعلمنا العربية واللغة العربية الفصحة وكان أدروا معاكم باللغة ديلكم انتوما فوقشك تجيوا عندنا الحسيمة ولا فوقشك تدروا معنا ولا فوقشك تدروا معاكم باللغة ديلكم انا شخصياً انا شخصياً كنكون معاكم سدير الروافة والاستة والا عشرة كيكون عندنا واحد معنا واحد السيدكات العربية احتراماً له كنطر مع الدرجة ولكن انتوما فوقش كنطروا معكم كتقولوا هذا العربية لماذا لم تتعلموا اللغة الامازيغية كيف لم تتعلموا اللغة الانجليزية والفرنسية انا شخصياً وانتوما فوقشك تدروا معه اللغة الفرنسية وابدنون انجليزية والتركية والصايونية ولكن اللغة الامازيغية لا تتعلموا هاش ووفقشك تمشيوا الجبال تحب الأطلس تحب الأطلس هذا هو اللغة الأمازيغية في موابط تتجير الحسيمة نحن لا شيء عنصري نحن نقول لكم هدروا اللغة لنا احتراماً للغة لنا لنا لدينا لغة لدينا لهجة إلا أني عنصري لن تجيج الحسيمة إلا أني عنصري لذلك لن تدر معي لأنني مختال فناري في أن تعروبي والسلام عليكم يلا تلا